موسيقى حياكم الله مشاهدين الكرام و أهلا و سهلا بكم إلى نسرة إخبارية مفصلة نقرأها على حضراتكم من قناة عدن الفضائية و البداية بأبرز العنوين موسيقى عضو مجلس الغيادة البحسني يؤكد أن أمام حضر موت فرصة ذهبية لتحقيق آمال أبنائها موسيقى وزارة الخارجية تدين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على غطاء غزة هو الجرائم بحق الشعب الفلسطيني موسيقى ووزير الدفاع يرأس اجتماعا موسعا لمناقشة المستقدات والاطلاع على سير العمل التنظيمي والإداري موسيقى من العنوين إلى التفاصيل أهلا بكم صدر القرار الجمهوري رقم الثمانية عشر لسنة الفين واثنين وعشرين قضت المادة الأولى منه بتعيين المهندس والمحمود محمد طرمون مديرا عاما للمؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية وقضت المادة الثانية الأخيرة من هذا القرار اللي عمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية بعث فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي رئيسي مجلس القيادة الرئاسي برقية عزائن ومواسع إلى عبد السلام علي أبو الرجال وكافة إخوانه بوفاة والدهم المناظر الكبير القاضي علي أحمد أبو الرجال الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء الخالد في ذاكرة الأجيال وعرب رئيس مجلس القيادة الرئاسي باسمه وأعضاء المجلس عن حزنه العميق برحيل القاضي أبو الرجال الذي كان أحد أبرز رواد التنوير في البلاد ومثالا في النزاهة والإخلاص والتفاني من أجل خدمة وطنه وشعبه ونظامه الجمهوري ومورثه العريق وشاد ببناقب الفقيد كعالم ومثقف البوسعي ورجل دولة من طراز الرفيع خلال سنوات خدمته الحكومية في مختلف المواقع بما في ذلك أحداث تحول نوعي في قطع الأشغال العامة وصولا إلى مسيرته الثرية كرئيس للمركز الوطني للوثائق برئاسة الجمهورية سائلا الله أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجع أكد عضو مجلس الغيادة الرئاسي لواردكم فرق البحسني أن حضر موت أمامها فرصة ذهبية لتحقيق آمال مواطنيها والمتمثلة في بناء تجربة وطنية تشهم في إثراء البناء المؤسسي للوطن بصورة عامة وقال البحسني خلال مراسم الاستلام والتسليم مع محافظ حضر موت الجديد مبخوت بن ماضي قال إن بناء المؤسسات على أسس قانونية وديمقراطية قد سنحت لها فرصة فريدة في هذه الظروف رغم أن الوطن يعيش حالة حرب مع الإنقلابيين الحثيين وهذا يضع علينا جميعا مسؤولية كبيرة يجب أن تختفي أمامها روح الأنانية وحب الذات وتحل محلها روح المحبة والتعاون والتعاضد وروح العمل كفريق واحد على مختلف المستويات والوقوف إلى جانب المسؤول الأول في المحافظة في هذه الظروف ونبد كل الخلافات والسمو وعاليا فوق كل ما يفرق أبناء حضر موت على مستوى القيادة والقاعدة وأضاف البحث نحن على أعتاب مرحلة جديدة من مراحل استعادة الدولة وبناء مؤسساتها الأمر الذي يستدعي منا مزيدا من التعاون والتماسك لكي نصل إلى تحقيق ما يصب إليه أهلنا الصابرين في حضر موت من تقدم ورقي وازدهار في كافة المجالات وخصوصا المجال الخدمي والاقتصادي الأخ ومخوت مبارك بالماضي محافظ محافظة حضر موت الأخوة أعظام مجلس النواب والشورى الأخوة الوكلاء والمساعدون أخوة المستشارون الأخوة بدراء العموم الأخوة الحضرون جميعا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجبعين إلى أهلنا الأكرم في محافظة حضر موت حضر موت الخير والوفاء حضر موت الحضارة والتاريخ والعلم والثقافة يطيبوا لحديث معكم في هذا المقام وهو حديث القلب إلى القلب بعيدا عن لغة العاطف لا سيمة ونحنه على اعتاب مرحلة جديدة من مراحل استعادة الدولة وبناء مؤسساتها الأمر الذي يستدعي منا مزيدا من التعاون والتماسك كي نصل إلى تحقيق ما يصبو إليه أهلنا الصابرون في حضر موت من تقدم ورقي وازدهار في كافة المجالات وخاصة في المجال الخدمي والاقتصادي وعليه فأني أولا أتوجه بجزيل الشكر لله العلي القدير أن وفقني وعنني على قيادة دفة المحافظة عسكريا وأمنيا ومدنيا في ظل ظروف استثنائية والمحافظة على أمنها واستقرارها الذي صار نموذجا يحتدى به ويشاد به من قبل الزائرين من بقية المحافظات الأخرى حيث صارت حضر موت قبلها للآمنين ولم يكن هذا الأمن ليتحقق لو لا فضل الله والتضحيات الجسام العظيمة التي قدمها أبنائنا وجنودنا البواسل في ميادين الشرف والعزة فقد وفقني الله لتجنيب حضر موت من الصراعات والتصادمات والمواجهات المسلحة التي تعاني منها بعض المحافظات الأخرى فعلينا أن نحافظ على هذا الأمن والاستقرار والنضاع في إحداثات عينا فقد قيل فالأمن أهنى حيش والعدل أقوى جيش ثانيا أني أتقدم بالشكر العميد لكل الخيرين في المحافظة الذين وقفوا معنا في جيادة مسيرة البلا والعطاء في هذه المحافظة من وكلا ومديرين ومدراء عموم وقادع اسكنيين وأمنيين ومدنيين ومستيارين الذين كانوا أكبر على لبعد الله سبحانه وتعالى في رسم الخطط ومتابعة المشاريع التنموية التي تم إنجازها وتحقيقها فجزاهم الله على كل ذلك وقدموه من أجل النهوض والارتقاء بالمحافظة لمستوها أفضل فقد عملنا سويا وفق الأمكانيات المتاحة فإن أحسننا فنسأل الله المزيد من فضله ونخطانا وقصرنا فنسأل من أن يعفو عن تقصيرنا ثم أبعث بالرسالة الثالثة لأهلنا الصابرين في حضر موت وأقول لهم إننا لن نخضلكم أبدا وسنكون ساراً وعوناً لكم بعد الله سبحانه وتعالى في أي موقع أو أي منصب نستطيع أن نخدم المحافظة ونخدمكم فيه كما أنني أعصيكم بالالتفاف حول المحافظة الجديد مبخوت من مبارك من ماضي وفقها الله لكل خير والشد من أذرة ونكون خير مع الله وواصلة مسيرة الارتقاء والعطاب المحافظة إلى المستوى الذي أملها المواطنون ونؤكد لكم أننا سنعمل معاً جنباً إلى جنب في سبيل تحسين الأوضاع ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً كما أنني أوصل أخمى بخوت بالماضي بالصدق والأمانة وتحمل مسؤولية جاء أهله وأن يعمل بتفاني وجد واجتهاد بالخروج بالمحافظة لبر الأمان وتجنيبها أي صراعات جانبية ومن جانبه أشار محافظ حضر موت مبخوت بن ماضي إلى أن العمل في قيادة السلطة المحلية بحضر موت مسؤولية كبيرة معبراً عن تقديره لعضو مجلس القيادة الرأسي محافظ حضر موت السابق الوارد كنفرق بن سالمين البحسني على كل الإنجازات الكبيرة التي تحققت في عهده وأثناء توليه إدارة المحافظة التي لا يستطيع أي كان إنكارها وفي مقدمتها تأسيس قوات النخبة الحضرمية والتي يفخر بها الجميع والتي ستحضى برعاية واهتمام من قيادة السلطة المحلية للحفاظ عليها أنني أقف اليوم بينكم متحملاً مسؤولية كبيرة على وهي قيادة السلطة المحلية بمحافظة حضر موت بجيناحيها الساحل وهضبته والوادي وصحراء مستعيناً بالله سبحانه وتعالى وآملاً دعم القيادة السياسية التي منحتني الثقة القيادة السياسية متمثلة بالمجلس القيادي برئاسة فخامة الدكتور رشاد العليمي ونوابه ومنهم ألواء فري البحسني الذي تسلمت منه قيادة هذه المحافظة وأيضاً بعد الاستعانة بالله معولاً على أبناء حضر موت الالتفاف حول سلطتهم المحلية ومعولاً أيضاً على السلطة المحلية في محافظة حضر موت لنعمل سوياً لنعمل بروح الفريق الواحد وفي البداية أود أن أشكر القيادة السابقة لمحافظة حضر موت ممثلة بالمحافظ السابق على كل الإنجازات المحافظات الكبيرة التي لا أحد يستطيع أن ينكرها ولو لم يكن له في خلال هذه الفترة المنصرمة إلا بناء النخبة الحضرمية التي نفتخر بها جميعاً وسنبقى محافظين عليها حفاظنا على حدقات عيننا ولو لم يكن له سوى بناء ذلك الصرح الصرح الأمني العظيم في هذه المحافظة لو لم يكن له إلا هاتين لكفاء ولكن الإنجازات كبيرة ونعلم جميعاً أنه أستلم المحافظة وكانت في أسوأ حالاتها بعد أن اقتاحتها تلك العناصر ولله الحمد الآن نحن نعيش في أمان اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي ألواء الركن فرق سالمين البحسني بمدينة المكلة على سير الأعمال الإنشائية الجارية في مشروع حديقة النصب التذكاري وساحة الشهداء بحضر موت وتعرف من الجهة المنفذة للمشروع إلى شرح حول ما تم إنجازه في المشروع الذي يضم مسرحاً مفتوحاً وكفتريات مع ملحقاتها وقلسات للعوائل ومناطق خضراء وكذا الإضافات الجديدة للمشروع والمتمثلة بإنشاء مبنى خاص لسكن الحراسات لتأمينه وحمايته من أي اعتداءات وتأمين الزوار والوافدين إليه وشدد على سرعة الإنجاز لكافة الأعمال الإنشائية والفنية وفقاً والمواصفات المعتمدة والفترة الزمنية المحددة إلى ذلك زار البحسني مشروع منتزه المكلة الترفيهي الواقع خلف المنصة بمنطقة فوة بالمكلة والذي تنفذه الشركة نجوم الخليج للمهرجانات والمعارض مطلعاً على سير الأعمال النهائية الجارية بالمشروع والتجهيزات لاستيراد الألعاب عقب استكمال الأعمال الإنشائية وطاف البحسني بمكونات المشروع مستمعاً من القائمين عليه إلى نبذع المشروع المتكامل الأول على مستوى الوطن والذي يقع على مساحة تقدر بـ 18 ألف متر مربع والسير الأعمال الجارية في المشروع التي شارفت على الانتهاء موضحين أن المنتزى يضم مدينة ألعاب متكاملة وملاعب رياضية وسوبر ماركت ومطعم متكامل بالإضافة إلى محال تجارية للأيس كريم والعصائر والوجبات الخفيفة وفروع للصرافة إلى جانب الخدمات المتكاملة من دورات للبياء ومصلة لتلبية احتياجات الأسرة كافة اطمأن عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي على صحة الشيخ الصادق بن عبدالله الأحمر الذي يعاني من وعكة صحية ويتلقى العلاج اللازم في أحد مستشفيات العاصمة الأردنية عمان جاء ذلك خلال إجراء دكتور العليمي اتصالا هاتفيا بالشيخ صادق الأحمر أعرب خلاله عن أمنياته بالشفاء العاقل للشيخ صادق الأحمر وأن يعود إلى أرض الوطن سالما معافى ومن جانبه عبر الشيخ صادق الأحمر عن امتنانه العضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي على مشاعره الإنسانية والإطمأناني على صحته زر رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركانية الشيخ صادق بن عبدالله بن حسين الأحمر الذي يخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة الأردنية عمان وخلال زيارته اطمأن رئيس مجلس النواب على صحة الشيخ صادق الأحمر معربا عن سعادته بهذه الزيارة مؤكدا بأنه الأخ والصديق الذي نعتز به والأسر الكريمة التي يعتز فيها كل رجال اليمن وقيادتها مشيرا بأن دعوات كل المخلصين قد أثمرت وأن الشيخ صادق الأحمر بكامل صحته وسيتماثل للشفاء بشكل كبير مؤكدا بأنه بين أيدي أمينة عند أشقاء كرام وعبر البركان عن عظيم شكره وتقديره للمملكة الأردنية الشقيقة على الرعاية الطبية الكريمة للشيخ صادق الأحمر مشيرا في ذات السياق بأن جلالة الملك عبد الله بن الحسين كان منذ اللحظات الأولى صاحب واجب فوق الواجب ووفا فوق الوفا وكان عظيما بكل ما تعنيه الكلمة مؤكدا بأن توجيه جلالة الملك باستقبال الديوان الملكي والمستشفيات والأطبال الشيخ صادق الأحمر والكرم الذي لقاه أمر يثلق صدورنا جميعا كيمنيين معبرا عن خالص الشكر لجلالة الملك وللشعب الأردني وللحكومة والقيادة الأردنية الحكيمة وقال نحن نعلم بأننا بالنسبة للأردن دائما محل حب وتقدير وأن الملك الحسين رحمه الله كانت اليمن في أعماقه ورثها وورثها لأبنائه من بعده مجددا تحيته وتقديره وثناءه وإرفانه لجلالة الملك عبد الله الثاني متمنيا بأن تنتهي هذه الأزمة التي رقت لليمنيين وشتتت في مختلف وشتتتهم في مختلف بقاع الأرض مؤربا عن سعادته بأن الشيخ الجليل صادق الأحمر في أوساطنا بعد سبع سنوات أجاف لافتا بأن هذا عام فيه يغاث الناس وإن شاء الله يكون عام رحمة لنا وعم شفاء للشيخ صادق الأحمر كما ثمن الشيخ حميد الأحمر باسم الشيخ صادق وإخوانه هذا الاستقبال والرعاية الكريمة التي حظي بها معبرا عن شكره وتقديره للشيخ سلطان البركاني على زيارته الكريمة لافتا إلى العلاقة الطيبة والودية التي تربط الشيخ صادق الأحمر وبقية إخوانه أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر رحمه الله بالشيخ سلطان البركاني مشيدا بمزايا الشيخ صادق الأحمر التي استطاع من خلالها لحفاظ على مكانته كأخ للجميع وأنه لا يسمع إلا صوت واحد أثنى والتمني للشيخ صادق بالشفاء متمنيا من الله تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاقل وأن يمن على اليمن بالأمن والأمان والرخاء عبر رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبد الملك عن بالغ الأسى وعظيم الموساه بوفاة المناضل القاضي علي أحمد أبو الرجال رئيس المركز الوطني للوثائق بعد حياة زاخرة بالإنجازات والعطاء الثقافي من أجل الوطن وشهد رئيس الوزراء في برقية عزاء وجه إلى أبناء الفقيد وكافة أسرة آل أبو الرجال بالدور التنويري للفقيد كعالم من أعلام اليمن وموسوعته الوثائقية وقامة سامقة في الإدارة والتوثيق والتراث والتاريخ منوها بإسهاماته العلمية والعدبية والثقافية ودوره الرائد في مجال التوثيق منذ ستينات القرن الماضي وحفظ الموروث التاريخي للدورة اليمنية من خلال تأسيس المركز الوطني للوثائق وأكد الدكتور معين عبد الملك أن الفقيد الراحل كان بحق موسوعة اليمن الوثائقية وذاكرتها وحارس إرشيفها المخلص ومرجعية للمهتمين بتاريخ اليمن من خلال مسيرته كخبير عربي في التوثيق قدم الكثير من الدعم العملي والوثائق لكثير من الباحثين والدارسين سواء في الجامعات اليمنية أو العربية أو الأوروبية لا افتن إلا أن الغاضي علي أبو الرجال جسد مدرسة تربوية إدارية نادرة جديرة بالفخر من خلال المناصب التي تقلدها وبينها وكيلا لوزارة الأشقال ومحافظة لمحافظتي صنعى والحديدة ونائبا لمدير مكتب رأس الجمهورية وآخرها رئيسا للمركز الوطني للوثائق وقدم رئيس الوزراء التعازي والمواساة لأبناء الفقيد وأسرته وآل أبو الرجال والشعب اليمني عامة في هذا المصاب الجلل سائلا لله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فشيح جناته ويلهم آله وأدوه ومحبيه الصبر والسلوان بعث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزائل وموسائل عبد السلام علي أبو الرجال وكفت إخوانه بوفاة والدهم المناظر القاضي علي أحمد أبو الرجال الذي وفاه الأجل بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال وأشهد الدكتور بن دغر بمناقب الفقيد وإسهاماته العلمية والأدبية والثقافية ودوره الرائد في مجال التوثيق للجمهورية اليمنية منذ ستينيات القرن الماضي وأدائه لواجبه الوطني على أكمل وجه من خلال المناصب التي تقلدها كان أبرزها وكيلا لوزارة الأشغال ومحافظا لمحافظتي صنع والحديدة ونائبا لمدير مكتب رئاسة الجمهورية وغيرها من المناصب التي كان آخرها رئيسا للمركز الوطني للوثائق وقال الدكتور بن دغر رغم الظروف التي مر بها اليمن فقد تمكن فقيدنا أبو الرجال من الحفاظ على معظم الوثائق التي تسجل وقائع وأحداث اليمن القديم ومنها والوسيط والمعاصر وتعامل مع مهمته التاريخية هذه بنبل وحرص وحب لكل ما يخبرنا عن اليمن في عصور مختلفة مدركا قيمتها التاريخية وأهميتها في تشكيل الوعي المجتمعي للمجتمع اليمني وعبر عن أحر التعازي والمواساة لأسرة الفقيد وأهله وذويه وأبناء الشعب اليمني سائلا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون دانت وزارة الخارجية بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف العديد من الشهداء والجرحى ودعت الوزارة المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حازم يمنع هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني والتي تنتهك كافة القوانين والقرارات والمواثق الدولية والإنسانية مجددة موقفها الثابت والدعم للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس وفقا لمبادرة السلام العربية ترأس وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري في العاصمة المؤقتة عدن ترأس اجتماعا موسعا ضمر رؤساء الهيئاته ومدراء الدوائر بوزارة الدفاع لمناقشة المستجدات والاطلاع على سير العمل التنظيمي والإداري وأكد وزير الدفاع عن المسئولية الوطنية والمرحلة الاستثنائية تستوجب مضاعفة الجهود وتكثيف التعاون والتنسيق والعمل بروح وطنية لتنفيذ الأوامر وإنجاز المهام الموكلة مضيفا أن القوات المسلحة بجميع قطاعاتها وفروعها هي صمم أمان الدولة والشعب في ظل ما تشهده البلاد من تحول سياسي مهم ولحظة تاريخية فارقة وأشدد على ضرورة الانضباط في تنفيذ الأوامر والالتزام باللوائح والأنظمة العسكرية منوهان إلى أهمية العمل وفق منظومة واحدة لتعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها ومكانتها لتحقيق تطلعات وطموحات شعبنا الأبي وأوضح الدعري أن المعركة اليوم تتمثل باستعادة الدولة ومؤسساتها وإنهاء ودحر خطر ميليشيا الحوث الإنقلابية المدعومة من إيران في اليمن والمنطقة وأضاف سنبقى عند حسن ضن شعبنا وقيادتنا السياسية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي وعلى تم الاستعداد والجاهزية لتضحية والفداء من أجل تقاوز المنعطفات والتحديات وفرض قيارات السلام الدائم والاستقرار المنشود وأشار وزير الدفاع إلى أن المعركة والقضية واحدة والواجب الوطني يفرض علينا العمل معا من أجل تعزيز وحدة القوات المسلحة وتماسكها وحفظ هيبتها وتقاوز أخطاء الماضي والتراكمات التي أفرزتها الحرب مؤكدا المضي نحو بناء المؤسسة العسكرية وفق أسس علمية صحيحة وعقيدة وطنية خالصة تؤسس لمرحلة جديدة من المتانة والصلابة والمؤسسية كما نوها إلى إعادة ترتيب منظومة وزارة الدفاع والقوات المسلحة وفقا للمخرجات التي تمخضت عن اللجنة العسكرية والأمنية العليا وثمن الوزير الدائري مواقف قيادة تحالف دعم الشرعية ممثلة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها المستمر للشعب اليمني وقيادته وقواته المسلحة في مختلف المجالات طلع وزير التربية والتعليم طارق العكبري بعدا على سير التحضيرات النهائية لإعلان نتائج امتحانات شهادة التانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022 وشهادة العكبري بجهود لجانة تصحيح رغم الظروف الاستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد مشددا في الوقت ذاته على سرعة إنجاز ما تبقى من عمليات المراجعة والرصد وإعلان النتائج الامتحانات دون تأخير فيما تحدث نائب رئيس اللجنة العليا للاختبارات دكتور عبدالغاني الشوذبي تحدث عما تم إنجازه من عمليات المراجعة والرصد لإمتحانات شهادة التانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي والتحضيرات النهائية لإعلان النتائج ورفعها على موقع الوزارة الإلكترونية التي من المتوقع إعلانها رسميا خلال الأيام القليلة القادمة وبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات شهادة العامة للعام الدراسي 86369 منهم 78816 في القسم العلمي و14553 في القسم الأدبي ناقش دكتور عبدالله دحان نائب وزير الصحة العامة والسكان مع مدير عام مكتب الصحة العام بالمحافظة ومدير مستشفى بن خلدون العام في محافظة لحج الأوضاع الصحية والاحتياجات التي من شأنها دعم هذا القطاع وجهود إنعاش الخدمات الصحية والرعاية الأولية في المحافظة واطلع نائب الوزير خلال زيارته التفاقدية إلى مستشفى بن خلدون العام بمحافظة لحج على الصعوبات التي تواجه عملا للمستشفى وسبل إيجاد حلول ومعالجات لها مثمنا الجهود التي تبذلها قيادة مكتب الصحة والسكان بلحج لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين من جانبه أشاد اللواء صالح البكري وكيل أول محافظة لحج بجهود نائب وزير الصحة وتلمسه للأوضاع الصحية التي تمر بها المحافظة ودعمه جهود انتشارها إلى مستوى أفضل عقد قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء هيكل حنتف لقاء بقادة وضباط اللواء الأول حرس حدود لمناقشة خطة انتشار اللواء في مسرح العمليات والخطة المستقبلية وسبل تفعيل الجانب الإداري ومضاعفة جهود التدريب والتأهيل والقضايا المتعلقة بالحقوق والواجبات ونقل قائد المنطقة العسكرية السادسة خلال اللقاء تحايل غيادة السياسية والعسكرية لكافة ضباط وأفراد اللواء الأول حرس حدود مثمنا دورهم الرياضي والبطولي طيلة الفترة الماضية وعبر قادة اللواء عن شكرهم لقيادة وزارة الدفاع ولقيادة السياسية والعسكرية والأشقاء في التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية على دعمهم لمنتصب اللواء الأول حرس ودورهم في معركة استعادة الدولة نظم على ملعب الفقيد الخليف الرياضي بمدنة عتق محافظة شبوة مهرجان اعتزال لعب المنتخب الوطني الكابتن منصر باحاج بعد إقامة مباراة ودية جمعت بين نجوم اليمن ونجوم فريقي تضامن عتق وطليعة حبان بشبوة وانتهت المباراة التي أدارها الحكم فيصل بو حربا بفوز فريق التضامن والطليعة بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف لصالح نجوم اليمن وتم تكريم النجم الرياضي الكبير منصر باحاج بالشهادات التكريمية والحوافز المالية المقدمة من الشخصيات الرسمية ورجال المال والشركات والأندي الرياضية بالمحافظة وأشهد وكيل محافظة شبوة المساعد سالم الأحمدي بمستوى التنظيم للمهرجان مشيدا بما قسده الكابتن منصر باحاج في مسيرته الكروية ورفع اسم شبوة ولما عاليا في العديد من المحافظة الرياضية على المستوى الوطني والعربي بدوره عبر الكابتن منصر باحاج عن امتنانه الكبير بإقامة أول مهرجان اعتزال له في شبوة منوها بسعادته الغامرة في مشاركته عدد من القيادات بمهرجان اعتزاله الآن المشاهد الكرام إلى حالة الطرس ودرجات الحرارة خلال الأربعة والإثنين الساعة القادمة بمشيئة الله تعالى اشتركوا في القناة 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 وزير الدفاع يرأس اجتماعا موسعا لمناقشة المسجدات والاطلاع على سير العمل التنظيمي والهداري انتهت نشراتنا الإخبارية مشاهد الكرام نلتقي نلتقي نحن احنا اياكم في نشرات الإخبارية قادمة حتى ذلك الحين دمتم ودام الوطن بألف خير إلى اللقاء في أمان الله